اشتركوا في القناة يعني كيف نحنا اليوم لازم نلتزم كمواطنين كتير عم بينادوا على الشاشات أنه لازم نحنا ننتبه نكون كمان مسؤولين لحتى ما نتضرر بشكل كبير صحيح نحنا صراحة وزارة الصحة أصدرت هولي الإرشادات آخر الأسبوع الماضي بعد العاصفة نورما بسبب للأسف الأخبار التي تلقينيها عن وفاة أشخاص بسبب التدفئة التي كانوا يستعملوها خلال نومهم من هون طلعنا إرشادات مقسمة إذا بدك لأقسام أهم شي خلال الشتاء سواء في عواصف أو ما في عواصف أكيد هي قصة التدفئة طبعا الكل بيستعملو وسائل عدة للتدفئة في منها الكهربائي مشان هيك بنطلب من المواطنين ينتبهوا على الأسلاك الكهربائية يتأكدوا منها أنه كله تمام لأنه هول بيسحبوا كتير كهرباء وممكن يصير فيه أي تماث كهربائي في التدفئة اللي بتستعمل الغاز بدون ينتبهوا على خرطوم الغاز إذا فيه أي تسرب هذا الشيء كتير ضروري في التدفئة بتعتمد على الحطب على الفحم أو حتى على المازوت يعني هادي بتعمل نار مكشوفة لهب مكشوف متل ما بيقولوا هادي كتير خطرة بعرف أنه لابد عنها ببعض المناطق خاصة الجبلية من هون أهمية أنه تتهوى المحل المحطوط فيه هادي التدفئة يفتحوا الشباك أو الباب يغيروا التيار كل قدي وقت يعني تقريبا كل ساعة أحسن أنا بعرف أنه بيقولوا لأ ما فيه بنرجع بالبرد والهواء بس هيدا شيء كتير ضروري تحت يقدر الأكسجين يرجع يتجدد بقلب الغرفة لأنه مثل ما بتعرفي النار بتسحب الأكسجين بتعطي CO2 اللي هو كتير سام للأشخاص وخصوص إذا كان فيه أطفال أو رضع بالبيت يعني هون هيا أنا جاي لك أنه أكيد أكيد الأطفال لازم ما يخلون يقربوا ولا بأي طريقة للنار لأنه لا سمح الله ممكن يصير فيه حوادث هوا لوسائل التدفئة اللي بتعتمد على النار المكشوفة كتير ضروري أنه ما يستعملوها خلال النوم أنا بعرف أنه معقول ما يكون فيه وسائل تانية بديلة يمكن البديل أنه يدفوا الأوضاء قبل ما يفوتوا يناموا بس لازم تنطفق خلال النوم وللأسف هيداك الأسبوع كم فيه؟ بشو بتنصحوا يعني كتدفئة بالليل لما بيكونوا كل الأشخاص هلا هي أكيد يعني أسلم شي هي الكهربائية نعم أو اللي مثل الـ AC يعني على الهيتر ما فيه إمكانية برجع بإليك يدفوا الأوضاء يسكروا البواب حتى فيهم من تحت يحطوا منش فيه على البيب حتى ما يتسرب الهواء ويطفوا التدفئة ويناموا زيت الشي هولي التدفئة أو آخر شخص بيكون سهران هو يطفيا أو تنفتح كل شوي يكون في حدا أورادي فيه وأهم شي كرمال قصة الأكسجين أكيد هولي ما لازم يضلون مولعين لما حدا كمان يغادر المنزل لأنه ما حدا بيعرف شو بيصير في بعدين يعني بدنا نتذكر أنه نحن الكهرباء عنا منا سيبتي هل أنا بدي كمان أقوله أنه لا سمح الله صار فيه أي نش بالبيت كتير كبير وفات ماء على البيت لازم دغري ينقطع التيار الكهربائي بده الشخص ينتبه هو عم يسكر الكهرباء ما يكون حافي القدمين ما يكون إيدي مبلولين بالماء لأنه هول كتير بعرضوا لكتير مخاطر في قصة الأطفال مثل ما حضرتك قلت في الرضع دايماً نحن عنا أنه بدنا ندفيهم بدنا نلبسهم كتير طبقات وكله صوف هذا الشيء كتير غلط الرول الستاندرد هو إذا أنت لبسي طبقتين أو ثلاثة البيبي بتلبسي أربعة مش أكتر والأفضل يكونوا الطبقات الرقاء بس أطن لأنه صوف بيخلي البيبي يعرق وإذا رجعت يشلحتي فوتي على محال ممكن هذا يؤدي لأكيد أمراض فالأحسن يكون أطن أكتر من طبقات يظل دافئ وناشف بذات الوقت أهم شي الطفل هو ونيم يلبسوا أكيد عم نحكي على الرضع يلبسوا أطعى وحدة إذا وللبد بدون يغطوه بحرام بطنية يغطوا إجراء وتوصل لحديث الصدر ويسبتوها للبطنية حتى لا سمح الله ما تغطى على الوج تغطى على الوج لأنه بعد وبيبي ما فيه أكيد يحرك أو ينتبه لمنع أي حالات اختناق لا سمح الله طبعاً اتصال هيك بعض الاستفسارات من حضرتك رح مناخد اتصال ألو ألو موجور موجور أهلين هاي رانيا هاي بس بحب أسأل من دوبي من الوزارة إذا فيه مجال يلزموا المدارس الخاصة حتى والرسمية بوسائل التدفئة بالشدة يعني نسمع أنه فيه مدارس خاصة إذن أنه عندهم وسائل تدفئة بس نسأل الأولاد بلاقوا أنه ما عم بتدور لا شوفاجات ولا الدفايات ولا شي حتى المياه عم تكون كتير مسأعة فإذا فيه مجال يلزموا المدارس هلما ما بعث كيف تصير القصة ومش بس هيك يصير فيه متابعة لهذا الموضوع شكراً لاتصالك كلنا من ضم صوتنا لصوتك على كل حال وما بعرف هنا أداهية مسؤولية وزارة الصحة أو وزارة التربية وعدي كمان ممكن يكون فيه تعاون بين الاثنين لأنه كمان ما فيه شك أنه عم نحكي عن صحة الولاد وما فيه شك أنه الولاد لما بيساقع كتير ممكن يكون معرض أكتر لأمراض يعني فهون ممكن يمكن التعاون أو هيك هلأ المدارس هي صراحة من اختصاص وزارة التربية سواء كانت الرسمية أو الخاصة وزارة الصحة طعنا بس بدور الحضانة ونحنا أكيد نطالعين بس أنا نبدأ نطالب أنه تكونوا عندكم كلمتكم هلأ معك حق يمكن لازم نتواصل مع وزارة التربية تحتى يطلعوا تعامل بهذا الموضوع بس يمكن المدارس خوفاً من مخاطر أخرى بيقولوا أحسن ما يكون عندنا وسائل التدفية لأكيد هي من حجة بس ممكن يعني بعدين التدفية جمالاً بالمدارس إذا كان فيه أمدادات بتكون هي شفاج المازوت اللي هو أكتر شيء آمن للأولاد ولكل الناس على كل حال هو آمن ما هيك بما أنه ذكرنا الموضوع بالبيوت أكيد بس كمان مثلاً قصة تستعملوا المازوت المازوت بد يكون بغرفة تانية غير مطرح ما فيه التدفئة اللي كمان هي اللهب والنار المكشوفة فيه شغلي كتير هلأ لأنه فيه تلج الأشخاص بحبوا ينزلوا ليدهم يلعبوا بالتلج أكيد ما فيه مشكلة بس أهم شيء يلبسوا لوليد كفوف وشيل ويغطوا الديينين بشكل كتير مهم لأنه بتخافي من شيء اسمه فريز بايت اللي هي قدمة الصقيع بمعنى أن الأطراف بيصير من كترة البرد بيبطل يوصل لهم أكسجين بيبيضوا بيزرقوا ما بعضوا يشعروا بيديهم ما بعضوا يشعروا بيديهم بصير فيه تنميل كتير مهم يفوتوا الولد لجوا يدفوا يحطوا له ماء دافية أو كمادات بس مش ما يسخنه ولا يقربوا له إيديهم من دفاية دفاية كتير سخنة هذا الشيء كتير خطير وإذا استمر التنميل لازم أكيد يطلبوا المساعدة أو يتواجهوا لعند أقرب طبيب أكيد ممكن كل الناس يكون عندهم أي مشكلة بالبيت يصير فيه مثل مشكلة كهرباء أو يعني إيش يتعرضوا لإن كانت النار أو يصير فيه ماس كهرباء وتولع على النار بالبيت اليوم فيه طلب أنه يكون فيه طفاية ببيوتنا نحنا هيدا اللي عم نطلب فيه أنه بتصورة ألزمية يرتبي كل بيت سواء صيف أو الشتة بس أكيد هلأ بالشتة بالتحديد يكون فيه طفاية صغيرة لتستعمل في حالة سمح الله الطوارئ فيه شغلي بحب أولى أنه معروف أنه بفترة الشتة وخاصة بعض العواصف بتزيد حالات يعني مرضى القلب يروحوا على أقسام الطوارئ بالمستشفيات السبب أنه إذا تعرضوا لهوا كتير بارد بسبب فيه تضيق بالشرايين وهنا بالأسس بيكون عندهم هيدا المشكلة فهون بننصح مرضى القلب والشرايين واللي عندهم رابو أو شيء اسمه الانسداد الرئوي المزمن أنه يقدروا يلازموا البيت إذا أمكن يمكن يكونوا عاشين بحرارة مستقرة ما يتعرضوا لهالتيارات البردة إذا اضطروا يظهروا يغطوا أكيد من خارن بيشيلت حتى ما يتعرضوا لهول التيارات البردة كثير فيه إرشادات هلأ أنا بطلع معك يعني فيه إرشادات كثيرة أكيد ما رح نقدر نقولها كلها اليوم ولكن بيه أيام العاصفة أيضا بما أنه اليوم صرنا يعني منقدر نعرف مسبقا أنه هاليومين ثلاثة يمكن أفضل ما كثير نظهر من البيت أو أفضل نكون محصنين يعني شو اللي بتنصحه أنه يكون مخزن بالبيت هل هو الوقود هل هو الأدوية هل هو الأكل يعني هلأ أكيد أورادي الدفاع المدني أعلن كمان قبل العاصف نورما أنه لازم يتخزن ماء نظيف وأكله كل الإحتياجات للأسرة نحن هون من ناشد المرضى اللي عندن أمراض مزمنة يخزنوا دواهن لفترة معينة خاصة بالمناطق الجبلية اللي معقولتن قطع الطرقات وما يقدروا يوصلوا لصيدلية إذا بنا نرجع نشوف كل هالإرشادات اللي عندنا إياها هون موجودين على الفيسبوك تبع وزارة الصحة موجودين بالتفاصيل ودايما في الخط الساخن لوزارة الصحة 12-14 اللي هو 24 على 24 ممكن نجاوب على أي استفسار أو أي حالة طارقة إذا بنا نحكي شوي كمانا عن نحنا كأهل كيف لازم ننبه ولادنا أو شو اللي لازم أكتر شي نخليون أنه ما ينتبهوا منه إن كانت البريز الكهرباء أو غيره أو نار يعني شو أكتر إرشادات أو شو أكتر مشاكل عم بتشوفوها وهلأ هي هذه قصة أنه الأطفال ما يقربوا من الكهرباء طبعا ما يلعبوا بال ما يقربوا من النار ما يلعبوا بالكهرباء خاصة إذا في محل فيه ماء فيه إرشادات شخصية للكبار وللصغار نحنا بالشتة ما بنعتاش ونفكر أنه نحنا ما نبي حاجة للماء بس هذا الشيء كتير خاطئ لازم نضلنا عم نشرب ماء لأنه نصاب بالجفاف كتير بسرعة لازم البشرة تضلها طول الوقت رطبة لازم كتير نشرب سوائل مش بس إذا رشحنا وقربنا لأنه هي بتعطي دفا وبذات الوقت بتعطي طاقة فلازم الأطفال والكبار يضلن عم يشربوا ماء طول الوقت الكبار بالسن هل عندهم إرشادات معينة لألون هل هنا ممكن يتعرضوا لأشياء تأثر بجسمهم أكتر صحيا يعني إن كان الساعة أو التدفئة أو غيرها هي كترة التدفئة كمان مش كتير مرغوبة مشان هيك إذا بظبوط إن بيسعوا أكتر من غيرهم أكيد أكيد إذا بدون يظهروا لبرة لازم يطفوا التدفئة إذا أنت بالسيارة وكتير مدفعي السيارة وبدك توصل إلى محل الأفضل تسكر التدفئة قبل بخمس دقايق أو تفتح الشباك شوي تحتى يرقلج الهوى بين اللي جوا وباللي برة زيت الشي إذا أنت ضاهرة من محل دافي لبارد أو العكس صحيح بدون ينتبهوا كل الأشخاص سواء كانوا شباب أو كبار بالعمور أنه ما يسفقن الهوى خاصة الوجه الرأبة الضهر والدينة لأنه هذه ممكن تسبب شيء فينا نقول عنه شلال مؤقت له مثل اللقوة وهذه فعلا بتصيب الكل سواء كانوا كبار أو حتى صغار فكتير مهم الواحد يحمي حاله من التيارات الباردة الكتير قوية نحن عم نحكيها لأ مرحس هالأشياء الشبادية يعني لازم كل الناس بيعرفها ولكن بيتبعوها للأسف وكتير عم يجينا تقارير وحالات للأسف يعني محزنة مشان هيك طلعنا نحن هولي الإرشادات حتى نذكر العالم فيهم شو عم بيكون في منحالات يعني شو شهدتوا بآخر عاصفة آخر عاصفة للأسف سمعنا عن حالتين اختناء لأنه كانوا نايمين وفتحين التدفئة اللي بتعتمد على الحطب فهون من هون نرجع منأكد ونذكر على أهمية أنه هذه التدفئة ممنوعة خلال النوم أو إذا ظاهرين وتركين البيت فاضي على كل حال السلام هي ضرورية بأيام العاصفة كمان مش بس داخل البيت وإنما أيضا على الطرقات وإنما كما ناخد ريسك ونذكر من تنبهين ووعيين على كل شي عم بيصير خصوصة إذا فيه أولاد شكرا لك شكرا لها الضوضحات سيدة رشاة حمراء أمبريز رئيسة دائرة التسقيف الصحي بوزارة الصحة وهيك من ننهي حلقتنا لليوم طلبنا الكل أنه دايما يكونوا منتبهين على حالهم صحيا ومعنويا ونحن بنشوفكم بكرة باي باي اشتركوا في القناة